شركة فولكسفاغن كانت لتحقق نجاحات تاريخية لولا فضيحة العادم التلاعب بنسب انبعاث العادم سيكلف المجموعة المليارات سواء للإصلاح أو الغرامات أو التعويضات خسائر جسيمة كهذه ستحول عملاق السيارات إلى شركة تسجل الخسائر بالمليارات فولكسفاغن قوية بما يسمح لها بتحمل الظروف المالية القاهرة نظراً لقوة رئيس مالنا تتباطأ فولكسفاغن حتى الآن في الكشف عن تفاصيل فضيحة الانبعاثات وهي تعطي معلومات بالكاد بين الحين والآخر في حين يخشى عمال الشركة أن يصبح الضحية لكن الإدارة تحاول التهدئة حتى في الأوقات العصيبة ستتحمل فولكسفاغن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه عمالها وهذا هو الفارق بين فولكسفاغن والشركات الأخرى العمال متشائمون فالمشكلة كبيرة جداً بحيث أنها ستترك أثارها عليهم سنوات الأرباح الهائلة ولت والآن يضطر المدراء للتخلي عن جزء من مكافآتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر